أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة العمل على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق بما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية وخلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق أشار مدبولي إلى العمل بالتنصيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب ووضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية كما شهد الاجتماع استعراض مختلف جوانب مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع القادم عن كافة تفاصيل الخاصة بها